اشتركوا في القناة وسمو النقيب بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وفي بداية الزيارة اجتمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مع الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث أشاد معاليه بالدور الفاعل لوحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة ودوره الكبير والهام في تنفيذ المهام والواجبات البحرية الدفاعية مؤكدا معاليه على عمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تعاون من خلال توحيد الجهود بين الأسلحة العسكرية البحرية والدفاعية والعمل المستمر على تكثيف الجهود حسب التوجه العالمي لتأمين الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات أمن الملاحة البحرية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وأرجاء المنطقة مضيفا معاليه بأن قوة دفاع البحرين مستمرة في عملية التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي وخلال الزيارة قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بافتتاح مبنى الأمن البحري الدولي حيث قام معاليه بجولة في مختلف أقسام المبنى اطلع خلالها على ما يحتويه المبنى من منظومات متطورة ومعدات حديثة وتقنيات متقدمة لعملية تأمين الممرات المائية والملاحة البحرية كما استمع معاليه إلى إيجاز مهم حول مهام وواجبات مبنى الأمن البحري الدولي ومراحل سير العمل فيه والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتأمين حرية الملاحة البحرية والتصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة حضر حفل الافتتاح سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وسعادة السيد جاستن هيك سابريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين وسعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين ومعالي الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفلي قائد القوات البحرية بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من ضباط مركز العمليات البحرية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترجمة نانسي قنقر